بالتأكيد سؤالي يتعلق بمحمد صلاح وتطورات المفاوضات من ليفربول معه حول تجديد التعاقد معلومات حضرتك عن هذا الأمر نعم معلوماتي أنه يوجد مفاوضات ونقاشات دائرة حتى الآن بين محمد صلاح وليفربول حول هذه النقطة نعم ربما يكون آخر موسم لمحمد صلاح أو أنه سيبقى الأمر لسنتين أو ثلاث سنوات ربما لدينا الآن أهم فترة في هذه المرحلة ربما ننتظر لما بعد عرأس السنة بعد الكريسمس وسنرى بعدها ماذا سيحدث هل هناك بالفعل مشكلة ما بين صلاح وليفربول حول تجديد التعاقد هل معطرد صلاح على مدة زمنية أو على مقابل مالي ولا ما فيش أزمة أو مشكلة من الأساس أعتقد أنها مفاوضات معقدة قليلا ما نعرفه الآن أن ليفربول وملاك ليفربول يريدون يريدون أن يؤطوا اللعبين عقود قليلة عما قدموا وخصوص محمد صلاح عما قدمه في مسيراته مع ليفربول ربما عامين بإضافة عام أعتقد أن هذا ربما يمثل تغييرا كبيرا عما كان يحدث في فترة الماضية وما صرح به مدير النادي من قبل ربما هذه النقاشات قد بدأت بالفعل منذ شهور لذلك هذه الأمور تأخذ وقتا طويلة نوعا ما فالمفاوضات حتى الآن تدور حول المدة الزمنية والمقابل الذي يريده محمد صلاح نعم بالطبع محمد صلاح يريد الأفضل لنفسه ولكنه الآن يحظى باهتمام كبير من الدور السعودي الأمر لم يخرج للعلن حتى الآن ولم يظهر محمد صلاح ما يريده صراحة ولكن هذا تحديا كبيرا لمحمد صلاح أعتقد أن سيكون من المخجل لمحمد صلاح أن ينتقل من ليفر بول ليذهب للسعودية أن يذهب من أفضل دوري في العالم بعد هذه السنوات التي قضاها في ليفر بول أعتقد أن هذا سيئا لمحمد صلاح